يعتزم الاحتلال الاستيلاء على نحو ألف دنم من مساحة قرى غرب مدينة رامالة ضمن مخططاته الاستيطانية وذلك لتطبيق مشروع يربط ستة مستوطنات ببعضها المزيد التفاصيل في التقرير التالي مشاريع استيطانية يسعى الاحتلال من خلالها لفرض واقع جديد على الأرض هنا في قرى غرب رامالة المحتلة التي تعاني بالأصل من التغول الاستيطاني فمنذ عام 82 يسعى الاحتلال الاستيلاء على أراضي قرى رأس كركر وكفر نعمة وخربث بني حارث وأصدر مؤخرا قرارا يجب السيطرة عليها بحجة أنها أراضي دولة ولا يتم استغلالها نحن الآن في هذه المنطقة منطقة الرسال هذه أراضي تقريبا معظمها مملوكة الأهالي الكرية وقام المستوطنون بالاستيلاء عليها في الآونة الأخيرة وكما ترون الآن يقومون بوضع بقراء استوطنية في هذا المكان نحن من اللحظة الأولى التي تمت فيها عمليات الاستيلاء على الأراضي توجه الأهالي بالإضافة للمؤسسات الرسمية في محاولة للدفاع عن هذه الأراضي من خلال كل الوسائل المشروع والوسائل السلمية التي من شأنها لعادة هذه الأراض لأصحابها المستوطنون وبحماية من جيش الاحتلال أقدموا على شق طريق يصل قيمة جبل الريسان وتسيطر عليه الآن عائلة من المستوطنين بعد إقامتهم لبؤرة سكنية هناك يجزم أصحاب الأراضي بأن ذلك خطوة يترتب عليها بناء تجمع استيطاني جديد يكمل حلقة المستوطنات التي تلف المنطقة الهدف من المصادرة هو ربط مستوطنة دولب وتلموند ألف تلموند با تلموند جيم مع مستوطنة نحلقيل وحلميش في النبي صالح وبالتالي هذا شريط استيطاني ممتد هما معنيين بأنه يتواصل بطرق التفافية بمستوطنات متواصلة بيوت متنقلة قرفانات بيوت ثابتة مناطق استراتيجية تطل على الساحل الفلسطيني بشكل مباشر استخدمها الجيش العربي الأردني عام 1948 في حربه ضد العصابات الصهيونية وضعها الاحتلال نصب عينيه منذ ذلك الحين بالرغم من وقوعها في الأراضي المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو عام 1994 وها هو الآن يضع لمساته الأخيرة على مشروع استيطاني سيصادر ألاف الدنمات منها وسيفصل الكرة الفلسطينية التي تتبع لها عن بعضها البعض لرؤية من قرية رأس كاركر غرب رامالة المحتلة حمد حسين